إيه رأيك في المفاجأة دي؟ إيه ده؟ تلحقت إنساني ولا إيه؟ أنا لأي لا؟ لا، ملحقتش الحقيقة بس ما توقعت كيش لأ، عايزك تتوقعني كتير قوي الفترة اللي جايت حلوة قوي الصورة دي يا شيخ الحرام عليك، بيوح شاوي أنا كان عندي برواز في البيت رميته في الدولاب لا، بجده صورة دي حلوة قوي مرسي هوا أنت متضايق إن أنا وقفة معيك؟ لا، مش فوضوع متضايق بس يعني مستغرب شوية يا دي صدفة؟ القدر مبيجمعش أتنين صدفة من غير سبب صح كل حاجة بتحصل في الدنيا ليه سبب بص اللي أنا هقوله لك ده يعني غريب شوية بس هادي الحقيقة حمد أنا أعجبت بيك من أول ما شفتك بتقدر تقول كده حبيتك من أول ما عيني جات في عينيك هي دي الحقيقة يا عمي أنت الأيدل اللي كنت بدور عليه طول حياتي بتقدر تقول كده فارس أحلامي مش طالبة مننا غير أنك تدينا فرصة ننقرب من بعض شوية طب بس يا ليل أول حاجة أنا رجل متجاوز تالي حاجة أنا بحاجة أمراضي جداً ممكن أكون بحاجة أمراضي أكتر من بحاجة أقالي أصلاً أو زي بعض أجب أن تفكري فيه ولي في دمائك ده هنجم على حسن هتحس كده أن هو رجل مختلف هتحس كده أن هو عائم وتقيل وشيك ورازين ده كفاء إخلاصه لمراض حالو يا لولا تباين عليك يا حبيتي ومالو تحب بيه وكده بقى لو جبت الرجل ده يبقى حب وفلوس وتبقى عملتي يا لولا عوالتي الصحة إيه واحد تتخذ إيه ده ما تخافش علي لا فيه إيه إنتي دخلت عربية إزاي ما فيش يا سيدي قلت للسايس أن أنا مروتك وعبدلك سوربرايز وديدته مية جنيه ودخلني عمي جول عربية يا بنت إنتي مانجنونة وإنتي مرقباني ولا إنتي عرفت أنا فين أصل إزاي أنا مش مرقبايك ولا حاجة أنا عارفة عنك كل حاجة أصلا بتعملي إيه؟ بتاني بس عربيتك ضيقة كده ليه؟ عربيت ضيقة إيه وبتاع إيه؟ بص بقى ما تحرجنيش أكتر من كده يعني بجد أنا مش عارفة أنا جواية مشاعر كده مش عارفة أحبسها بتصرف صرفات عارفة أنا هي مجنونة يعني أنا هقولك حاجة مثلا أنا قعبة العربية بقى إيه نص ساعة مش عارفة أخد نفسي حتى بشكلة يا هبل صح؟ بصي أه يعني أنا حد دلوقتي مش عايزة تصرف تصرف في ضيقك ومش عايزة أقولك كلام قاسي يعني مش عارف أعمل معاك إيه بس أنا اللي إنتي بتعمليه ده مش هيوصل لحاجة تفهمها؟ هو أنا وحشة قوي كده تنظرك؟ يا ستي إنتي أحلى وحدة في الدنيا وأي راجل في الدنيا هيتهبل عليكي وهيتمنىكي بس أنا ظروفي مختلفة تفهم حاجة ولا إيه؟ ما أنت كويس ههوم ملميلك بقى كويس ومتي بتعملي إيه؟ هي حاشيش ما بتحبش الحشيش ولا إيه؟ يا نهر إيه السود هو ده بيتك؟ يات طيب فضالي لا اطلع معايا شوية اطلع معاكي فين؟ اطلع معاكي فين أبوس إيدك كفاس جارت الحشيش الشرطيالي أنا ما شربتش من ساعة ما اتجوزت وبعدين موضوع السورة اللي صورتني هالي دي بس حالة يا صباحتي لا دي بتاعتي أنا وبس تتعملي إيه؟ بحطي لك رقم رقم إيه؟ رقم إيه؟ رقم إيه؟ رقمك أصلا معايا تفهمي معاكي أنا أقصك أن علاقتنا هتطلل من النهاردة بداية علاقتنا إيه ونهات علاقتنا إيه؟ انت مجنونة يا بنتي انت تتلعتين منين؟ تتكلع الله يا مام تتلع الله يا سمحت أنا ضاق أصلا يا رب أعرف أراوه يلا اللي تتكلع الله دي أنا باشحة منك ولا إيه؟ ما عليش أنا أقاسي باب 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 هستعنا تليفونا يلا وقفينك بقى كده وقفينك وبصيرك الكور يلا حمد بيه؟ يجي يا برفيه؟ في واحدة عايز لحضرتك برا واحدة مين؟ هي بطول اسمها الليلة طب اطلع الله يا نائب ما بكترش معاه في الكلام حاضر محمد انت جيت عشان تشوفني صح؟ أنا وحشك زي ما انت وحشني صح؟ بزيلي ايدي انت زي تجيلي عند بيتي بعرفت عنواني زي ما انت عاملي بلوكة وصلك ازاي يعني؟ فصرف زي دا كان ممكن يدمر لحياتي وقعتني الفاكرة ان انا حياتي لما تتدمر حاجة ترمي في حضنك بالعكس انا مش هيبقى وراي اي حاجة في الدنيا دي غير ان انا هدمر لك حياتك بس انا بحبك يا محمد ليه مش قادر تحس بيه؟ ليه مش قادر تفهمني؟ وانا مش هتكلم في الموضوع ده تاني بص يا ليلة انا لحد دلوقتي مش عايز الصرف تصرف في زعلك تبتعمل معينا كده؟ بعد كل انا عملته علشانك؟ جاي تهددني ببيت يا محمد؟ انا مش باهددك انا باعقالك وانا مجنونة يا محمد والمجانين مبتتعليكش وانا بعنديش كلم تاني اولا لو عايز الحياتي ان هو انتي ترجع ستيبل زي ما كانت يبقى لازم تنفذي اللي بقولك عليه بالحرف الواحد بتاعشانك انتي قبل ما يكون عشان انا عشان نحن ادلتنا ايه اشتركوا في القناة